موسيقى بعد عام 2003 والظروف التي شهدها العراق تفشت حالات الإصابة بالسرطان باختلافها مواطنون كثر أصيبوا بالسرطان جراء مخلفات الحروب والألغام مختصون في الأورام السرطانية أوضحوا أن المؤسسات المعنية تسجلت إصابة أكثر من 30 ألف مواطن بالسرطان خلال عام 2020 فقط التلوث البيئي الموجود حالياً طبعاً دعاني من عنده مبس العراق لكنه مشكلة عالمية السببات الأخرى هي المؤثرات الجينية اللي يمكن هي تكون متوارثة ويكون بعض الأشخاص قابلية الإصابة بمرض السرطان هي أكثر من باقي الفئات الأخرى السرطان الثدي عند النساء وسرطان الرئي عند الرجال أكثر السرطانات معروفة هذه حتى عالمياً طبعاً رجع المرض وغير مكان قال له الغشاء البريطوني بالبطن تسرب مئات المواد السرطانية في الهواء الطلق وانبعاثات معامل النفط والمصانع الأخرى إضافة لمخلفات الحرب أبرز عوامل انتشار السرطان في العراق وفق مراكز بحثية وزارة البيئة بيّنت أنها حذرت مراراً وتكراراً من ارتفاع نسب الملوثات الصريبة والسائلة لكن دون جدوى فأعداد الإصابات بالسرطان ما زالت في تزايد حروب طبعاً لها تأثير سلبي وبالإضافة إلى تلوث الهواء وكل الملوثات الموجة تلوث المياه هذه كلها بها سبب مشاكل يعني المياه أحياناً يكون بها عناصر ثقيلة فهذه سبب مشاكل يسوي استخدام المواد الكيميائية التي تنقل عبر الحاويات أو البراميل أحياناً بعض البراميل يحتاج إلى معالجتها بطريقة علمية وقد يكون حلم البشرية الأسمى في معركة السرطان والتوصل إلى علاج ناجح في التعامل مع جميع أنواعه ما يفتح آفاقاً جديدة أمام المواطنين وعلماء الطب في التخلص من أخبث أمراض العصر لبرنامج بيت للكل محمد العيداني بغداد دعونا نرحب في هذه الحلقة بالدكتورة سورياسين مديرة شعبة الوقاية والكشف المبكر عن السرطان في مجلس السرطان العراقي التابع لوزارة الصحة العراقية مساء الخير دكتورة ومنورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل مساء الخير عليك وعلى جميع متابعينا من خلال شاشات العراق ومصر والأردن وفلسطين نورتنا دكتورة دكتورة مثل ما تحدثنا في بداية الحديث عن هذا المرض القاتل حرب من نوع أخرى تحتاج عزيمة وإرادة وصبر يمكن لسنوات طوال حتى نتخلص من هذا المرض بالبداية خلي نعرف معدل الإصابات بالنسبة للعراق مقارنة بالبلدان العربية معدل الإصابات مو فقط بالبلدان العربية هو عالميا بإزدياد مع إزدياد الكثافة السكانية ومع إزدياد مسببات المرض لكن بصورة عامة إحنا إقليميا في الشرق الأوسط نعتمد على تسجيل الحالات من خلال تقاريرنا للتسجيل السرطاني السنوي اللي هي بالعراق مدعومة من قبل منظمة الصحة العالمية ببرنامج خاص للتسجيل السرطاني يصدر مجلس السرطان سنويا تقرير سنوي بأعداد المصابين بالسرطان معدل الإصابة فيه هو ما يختلف عن معدل الإصابة بالنسبة للدول المجاورة العراق صاحب ريادة يمكن أول البلدان العربية في قضية الكشف المبكر عن أمراض السرطان والأورام وكل هذه الأمور ولكن لعام 2022 ما زال الرصد ورقي ولا يوازي البلدان العربية اللي كان جت بعدنا والتطورت بشكل كبير وأصبحت أرشفة الكترونية ورصدة الكترونية حقيقة مجلس السرطان هو يعمل ضمن تشكيلة وزارة الصحة وفقاً لقانون رقم 63 لسنة 1985 والذي هو اسمه قانون مجلس السرطان هذا القانون يعني وفق هذا القانون تم تصدير أول تقرير للتسجيل السرطاني سنة 1985 وكنا إحنا العراق البلد الأول بالشرق الأوسط اللي صدر تقرير تسجيل سرطاني للأسف ما نزال يعني من الخمسة وثمانين إلى حد ألفين واثنين وعشرين إحنا نفس الطريقة بعدنا نجمع أعداد المصابين بالسرطان بشكل ورقي في حين أنه أكو دول مجاورة إن تم أطلاق برنامج التسجيل السرطاني يمكن أقدم دولة سنة 2008 وبعدها اللي الجوي أطلق برامجهم سنة 2012 هسا هم تحولوا إلى التسجيل الإلكتروني اللي هو أكثر دقة بتحديد أعداد مرضى السرطان هذا حتى دكتور يمكن المشكلة اللي يتعانون من عندها بعدم وجود بيانات الإلكترونية حقيقية واعتمادنا على الوراق ما نقدر نحدد كمية العلاجات اللي محتاجهها أو رصد الحالات المرضية اللي موجودة بالعراق بالإضافة للمتابعة الحالات وأنواع السرطان المتشر بالعراق المختلف أمراض سرطان الثدي والقولون وغيرها من الأمراض السرطانية اللي موجودة بالعراق أيضا هذه مشكلة بالنسبة لكم اليوم هو أولا هو يعني مدقيق ومتعب للكوادر اللي تشتغل به وثلاثة رح يؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمرض لأنه آني شلون رح أقدر احتياجي للأدوية السرطانية والخدمات اللي أقدمها المريض السرطان إذا آني ما عندي أعداد دقيقة فغالبا أنه رح يؤثر على جودة الخدمة الصراحة بهذا الموضوع أنه إحنا كوزارة صحة ما نزال إحنا نتكفل بعلاج مريض السرطان من التشخيص إلى حد آخر خدمة ممكن أنه يتلقاها في حين الدول المجاورة أكو عدها دعم من منظمات عدها دعم من ميسورين عدها دعم من الحكومات لتقديم خدمات لمرضى السرطان مرضى تابع عن شيء يعني دعم خاص في مصر وحتى أعلانات في التلفزيون خاصة اللي يحب يتبرع لأمراض السرطان ومستشفى الخاص حتى في الأردن وباقي البلدان العربية هناك تدخل خاص لدعم هذا المرضى الخطير أكيد مرضى السرطان يحتاج لهم جهود ليس فقط من وزارات الصحة يعني أنا اليوم مثلا من أقول أريد تسجيل إلكتروني هذا يجب أن يحتاج إلى بناء تحتية رصينة حتى نطلق بها البرنامج تسجيل إلكتروني نكتور على ضوء البناء التحتية التي يحتاجها والبناء الخاصة لعلاجها نسأل اليوم مراكز مثل ما نعرف كل البلدان عندها مراكز خاصة كبيرة والدليل لبعض الأمراض السرطانية في العراق يعني علاجات تكون خارج البلد عندنا مراكز مختصة لعلاج السرطان تكون بها ضمانات كبيرة يعني قدر ما نتحملها من عدد الإصابات اللي متواجدة في العراق أكيد هو إحنا حسب ما يتم رصده في تقاريرنا السلونية للتسجيل السرطاني يعني ده نطور من مراكزنا العلاجية عندنا 34 مركز علاجي في كل المحافظات يوجد مركز علاجي في بغداد أكثر من مركز علاجي يتم خلالها تقديم الخدمات الطبية من علاجات بيولوجية وكيميائية وإشعاعية وهرمونية بعد هذه العلاجات لماذا لا يكون لدينا قضية الكشف المبكر هذه الثقافة اللي ممكن نحتاجها الشخص يقول إلا يحس بأوجاع معينة إلا يراجع الطبيب حتى مثل ما يراجع طبيب الأسنان بعد ما تفاقم الحالة ولو كان عندنا الكشف المبكر ما كنا نرصد هذه الأموال الطائلة لعلاج الكيميائي والإشعاعي وغيرها من البيولوجي وكل هذه الأمور ممكن كانت تكون الكلفة أقل وإيضاً الحفاظ على رواح المواطنين بعد ما تفاقم الحالة ممكن نكشف المرحلة بعد ما وصل إلى مراحلة المتأخرة الرابعة والتالثة حقيقةً هو الكشف المبكر بجدوى اقتصادية لأي نظام صحي يتبنىها لأنه أنا اليوم من شخص مريض بمراحل الأولى للمرض يعني ستيج 1 و 2 يكون علاجة جداً سهل وأكيد بفائدة اجتماعية ونفسية واقتصادية على المريض في حين أنا إذا شخصت الأمراض في مراحل متقدمة ستيج 4 و 5 هذا راح يكلفني أموال طائلة نصرفها على الأدوية البيولوجية والهرمونية والتيميائية والمعنجلات وغلبها تكون بدون جدوى دكتورة حتى ما نحن نأخذ على روح المريض بالضبط يعني أنا كل ما يكون إحنا ليش قلنا بجدوى اقتصادية أنا مو بس جدوى اقتصادية صحية على المرض يعني أنه نسبة الشفاء في المراحل الأولى قد تصل 99% في نوع من الأمراض السرطانية وفي حين أنه أحسن نسبة يمكن أن أحصل لأني شفاء في المراحل المتقدمة يمكن 60 إلى 70% فأكيد الكشف المبكر هو جداً مهم للأسف أنه إحنا بالعراق ما عندنا ثقافة الفحوصات الدورية والكشف المبكر بعدنا نعاني من جهل هذه المعلومة بين أفراد مجتمعنا نحتاج حملات توعية وتثقيف بهذا الخصوص ضخمة حتى نرفع من الوعي المجتمعي بأهمية الكشف المبكر والفحوصات الدورية دكتورة هذا عدد الإصابات الكبيرة بما أنه العراق مختلف تماماً عن البلدان العربية مرأينا بمراحل كثيرة وحروب وتأثيرات الحروب وأيضاً المواد العسكرية التي استعملت هل كانت هي أيضاً محفز كبير للإصابة ببعض أمراض السرطان بالعراق؟ للأمانة هو ماكوف الدراسة تناولت هذا الموضوع باستفاضة بس مؤخراً تم عرض نتائج دراسة قامت بها وزارة البيئة أثناء الجلسات الدورية ليعضاء مجلس السرطان واللي كانت في مناطق معينة بغداد من ضمنها الزعفة رانية وشارع حيفا تم خلال الدراسة أخذ عينات مختلفة من التربة من الماء حتى من الهواء ومن المرضى نفسهم أو الساكنين في هذه المناطق نتائج الدراسة توصلت إلى أنه أكو فعلاً مواد ممكن تحفز بالأمراض السرطانية وبنسب جداً عالي مثل هذه الدراسات تحتاج إلى ميزانيات ضخمة حتى نعممها على العراق حتى نطلع بتوصيات بأهمية معالجة التلوث البيئي ومخلفات العرب دكتورة في آخر أسئلتنا ونقول ماذا يحتاج مجلس الخدمة الخاص بكم حقيقة مجلس خدمة السرطان في العراق مجلس السرطان في العراق شون يحتاج دعم حكومة حقيقي شون يحتاج مقوانين وتشريعات من مجلس النواب العراقي حقيقة الأعداد التي نشاهدها كبيرة جداً حتى لو قارنها بالبلدان العربية لكن هي أعداد مرعبة بالنسبة وناقص خطر بالنسبة العراقيين أكيد أولاً نحتاج إلى تخصيص ميزانية واضحة لبرامج السيطرة على السرطان في العراق ثانياً نحتاج دعم من قانون الضمان الصحي للقيام بالمسوحات السرطانية حتى تكون ملزمة لكل أبناء المجتمع وبالتالي ستكون ذات فائدة جدوى اقتصادية واجتماعية ونفسية وصحية على أبناء المجتمع نحتاج مناقشة بروتوكولات العمل نحتاج تجاوز المعوقات الإدارية والفنية في وزارة الصحة والوزارات الأخرى هذا التعاون إن شاء الله يعني يلاقي هذا المطالب صداها عدة جهات المعنية الحكومية العراقية خاصة وهو مرض خطير دائماً للأمراض السرطانية هي الحقيقة الوحيدة من مؤشرات الخطورة بالنسبة لجميع الولدان وأيضاً تخسر الكثير من أفراد الوطن العربي بسبب هذا المرض الدكتورة سورياسين مديرة الشعبة الرقابة والوقاية والكشف المبكر في مجلس السرطان العراقي تابع لوزارة الصحة العراقية نورتنا في برنامجنا العربي بيت للكل نتمنى لك إن شاء الله التوفيق في أداء مهام مجلس الصعبة حقيقة في ظل هذه الظروف الصعبة وارتفاع عدد الإصابات شكراً لك نورتنا حيات الله إذن مشاهدين كانت هذه المحور الخاص بالعراق لأمراض السرطان حقيقة وطرق الوقاية ومعالجتها وإيضاً المشاكل والمسببات التي نعاني من أدهاب العراق بسبب الظروف الاستثنائية التي مرنا بها على مدار الأعوام التي مرت دائماً نقول بأن الفحص المبكر تروح وتراجع وتفحص فحص دوري لو مدة كل ثلاثة شهر وتشيك نفسك تتخلص من الإصابة والله يبعد عنكم الأمراض إن شاء الله وهذه عودة مجددة إلى زملاء الإكمال فقرات برنامجنا العربي بيت للكل